أكد سعادة السيد جمال محمد فخرو أنه بالأول لرئيس مجلس الشورى ضرورة أن يكون للدول العظمى دور أساسي في خلق حوار بناء قادم على الاحترام المتبادل ويراعى فيه مصالح جميع دول العالم نعم جاء ذلك في مداخلة قدمها سعادة السيد جمال فخرو في الاجتماع رفع المستوى المخصص لرؤساء البرلمانات أو نوابهم والذي أقيم على هامش أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة جنيف سويسرية حيث تناول الاجتماع موضوعا يتعلق بأزمة تعددية الأطراف الأسباب الجدرية والحلول الممكنة وشدد فخرو في مداخلته على ضرورة تعديل الأنظمة الدولية وطبيعة الصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن وصلاحيات الجمعية العامة ودعا إلى تعزيز وبناء الثقة والتعاون بين المنظمات الدولية والعمل المشترك للصالح العام مؤكدا أهمية استحداث أنظمة لتعزيز تطبيق القرارات الدولية كما أكد فخرو ضرورة إصلاح أنظمة الاتحاد البرلماني الدولي لضمان أن تكون قرارات الاتحاد ملزمة للجميع مطالبا بتعديل أنظمة التصويت على البند الطارئ في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد بحيث تعتمد أغلبية الأصوات ترجمة نانسي قنقر